موسيقى راديو دابنغا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة موسيقى أصوات الولايات أهلا ومرحبا مستمعي راديو دابنغا العزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولاية القضارف أن نستضيف السيد عادل عركي المتحدث باسم اللجنة العليا لحل مياه ولاية القضارف ليحدثنا حول مشروع مياه القضارف والحل الجزري أهلا ومرحبا السيد عادل طيب بسم الله الرحمن الرحيم عادل عركي ناطق الرسمي باسم اللجنة العليا بحل مشكلة مياه ولاية القضارف مشروع مياه مدينة القضارف والقرى المصحبة الحل الجزري بدأ العمل فيه في عام 2014 المالك المشروع وزارة السدود الاتحادية الاستشاري شركة الأميرة الألمانية المقاوي للشركة الصينية التي غامل بتنفيذ ستسيتيت قطعة التشغيلية المشروع 750 ألف متر مكعب في الساعة تكلفة المشروع 56 مليون دولار الجهة الممولة بنك التنمية جدة الشبكة الداخلية تمويل ولاية القضارف والتكلفة الاستشاري على وزارة المالية الاتحادية مشروع المياه ولاية القضارف الحل الجزري يمكن واجهته العديد من التعقيدات والمشاكل منذ بدأ العمل به من 2014 يعني قرابة العشر سنوات المشروع ما يكتمل وبسوى مشاكل كثيرة جدا أهم أنه كانت البنك التنمية جدة قفل التنويل في نهاية شهر ديسمبر الماضي بسبب تعسل وزارة المالية الاتحادية في سداد ما عليها من أقصاد البنك طيب في مدخرات للمقاولة الصينية ما يندفع اللي هي مبلغ 3 مليون وسبعمائة ألف دولار لدفعيات واجبة السداد المقاولة الصينية اشتغلها والاستشاري صدقها احتمد عليهم ما يندفع المقاولة الصينية عنده دفعيات خمسة مليون وربعمائة ألف دولار اللي مفترض تسدد له بعد من الانتهاء من العمل والمشروع طبعا نوصل مقريبا حوالي 97% منه يعني نفزها حوالي 97% باقل له 3% بس ويتم تسليمه طيب في دفعيات مستحقة بعد الضمان مليون ومية ألف دولار جملة المستحقات بالنسبة للمقاولة الصينية 10 مليون وسبعمائة ألف دولار يلا دي القلوشة الدائرة المقاولة الصينية بعد ذلك فيه الاستشاري اللي هو مفترض وزارة المالية الاتحادية تدفع قروشه الاستشاري ذاير ستمائة خمسة وسبعين ألف وسبعمائة تسعة وسبعين يورو الوزارة المالية الاتحادية ما دفعت له وقام ينسحب من العمل من يوم ستاشر اتناشر ستاشر اتناشر المقاولة للمالي خلال شغل ومشغل لانه ما ما دفعوا له ما دفعوا له قروشه المشكلة التاء الرابعة الواجهة المقاولة الصينية في العمل اللي هو قالوا نواص الكهرباء قطعوا الكهرباء من المشروع قالوا دايرين من وزارة السدود مئتين وواحد مليون ضغيمة ضغيمة كهرباء ليها قريبا لأربع سنوات ما طالب والله حسن مئتين وعشر مليون تلتين وسبعين ألف بقمشمائة تسعة وسبعين جنيه شداني فبسبب ما قاموا قطعوا الكهرباء بالمشروع الآن المشروع له قرابة السمعتار وثمانطاتر يوم ما فيه كهرباء لانه وزارة السدود ما ما دفعت الكهرباء المشكلة الخامسة اللي هي قاموا المهندسين التابعين لوزارة السدود تركوا العمل في السب وحجتهم وطلعوا بيان قالوا انه فيه مال متعمد من وزارة السدود وانه ما فيه معينات بعد عمل والاستشاري ما فيه دي قاموا خلطهم انه يقوموا ينسحبوا من المشروع وهنا بيقى المشروع يعني ما فيه بيقى الاستشاري ما فيه والمهندسين التابعين وزارة السدود ما موجودين دي خلت المقاولة الصيني انه يفكر انه يسلم المشروع يشمعه يسلمه بصورة الراهنة بنهاية شهر مارس انه هدد لحد نهاية شهر مارس اذا الاستشاري ما رجع وما سدد له قروش والمهندسين ما رجعوا الكهراء ما رجعت انه هو ما حيواصل ما حيواصل العمل في المشروع وطبعا المشروع فضل يوصل ل سمعة وتسعين في المية يعني بتبقى المسألة اذا اصلا المقاولة الصيني شمع المشروع ومشى فحينهار المشروع انهيار كامل لانه فيه عقودات مع بنك التنمية جد الجهة الممولة وعقودات مع فهي دي كله ما في ذلك يستلم المشروع ده على اساس انه يواصل فيه طيب دي مشكلة المشكلة التانية انه فيه سريقات كثيرة جدا كان قاعد تحصل في المشروع فاذا المقاولة الصيني مشى فهنا يعني بيبقى مطيل المصوص اللي بيسرقوا المعدات تحت المشروع دي وحينهار المشروع انهيار كامل في فترة وجيزة في مشكلة المشكلة التسادسة الواجهة الصينيين في انه يكمل العمل اللي هي مشكلات غرة وسط القضارف هنا постав غرة وسط القضارف هما بيشتكروا انه هما عندها محقة صلة في انه يشربوا اصلا المشروع ده اسمه مشروع مياه مدينة القضارف والغرة المجاورة هما عندها محق اصيل في انه يشربوا من المشروع فحسوا بانه المشروع ده يعني يعني ماشي القضارف فقط فقاموا اقتصموا في الجبل وتع الشماليت الشمالياب وهو نقطة يعني مهمة جدا اللي هي الثلاثة في المئة الباقية من الشغل هي موجودة في جبل الشمالياب فاعتصموا هالي غرى وسط في جبل الشمالياب وأدى يعني إلى توقف العمل فممكن المشاكل دي كلها خلت المقاولة الصيني أنه انسحب من العمل بنهاية شهري أو هدد بالانسحب من العمل بنهاية شهري ناصر القضارف اللجنة العليا وشعبينا القضارف ومواطنين القضارف يستجعروا الخطر في أنه المقاولة الصيني إذا ترك العمل ومشى فالمشروع سينهار الهيار كامل فقمنا نحن كلجنة عليا يمكن أوفدنا اللجنة مشة الخرطوم بمعية بعض المواطنين القضارف المهتمين بالقضية ومشوا وقابلوا البرهان البرهان وعدهم يعني البرهان وعدهم أنه سوف يتمحل المشكلة بعدما جبريل يرجع من جوبا أنه مفترض جبريل يكون رجع الليلة الخميس من جوبا لكن يعني يمكن أغلبية مواطنين القضارف هم يعني ما بيصغوا في كلام البرهان قبل سنة القضارف وقال أنه وعد المشروع أنه سينتهي قبل نهاية السنة في وقت المحدد وأنه سيدعم المشروع ويقف عليه وما كان يعني ما كان في أي دعم ما كان فيه طيب واحدة من المشاكل برضو الكبيرة يمكن حيقف عليها الوفد اللي هي أنه وزارة السدود هي المالكة الرئيسي للمشروع وهم ما حيمشوا برضو يقعدوا معاهم لأنه ما في أي زول ما في أي زول ما في أي زول ما في أي موصل من القضارف في الدارة المشروع قاعد لها في مهن جيس ما في أي زول ما في أي زول من ناصل القضارف في المشروع فالمزألة دي أدت لأنه المشروع يكون مومن لأنه ما في زول من الناس القضارفي يعني متابعة المشروع بالتالي ناس جزارة السدود إذا المشروع يكتمل ولا ما يكتمل ما يبهن مكتيل يعني ما يبهن مكتيل طيب اللجنة العليا إمكن مشت وقعدوا مع البرهان ومعياتهم لفيه في ناس القضارف وكان حاجاتهم واضحة جدا أنه وزارة المالية لازم تدفع مستحقات الاستشاري الألماني وأنه يعود فورا للعمل واللي هي مستحقاته ستمية خمسة سبعين ألف سبعين 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 يورو يعني حتى المبلغ ده مبلغ يعني زهيد جدا لكن عدم وجود الاستشاري لشغل كله هيك طيب الحاجة الثانية أنه هما المطلبة الثانية أنه لازم آآ وزارة السدود تدفع لمفتوة الكاروة اللي هي مبلغ ملتين عشر مليون وتلتمية سبعين ألف خمسة سبعة وستين جنيه دي على أساس أنه الشركة الكهرباء تعيد التيار الكهربائي للمشروع طيب وزارة المالية مفترض تدفع مبلغ أو توفر مبلغ مبلغ مليون سبعمائة ألف دولار اللي هي مدبقة لمستحقات المقابلة الصيني آآ أو فك الاعتماد البنكي بواسط التنمية جدا طبعا عشان في كل الاعتماد البنكي المزارة دي صعبة جدا لأنه البنك الاعتماد ده كان مكفول وبيجي باتهادات شعبية من ناس القضارف قدرنا فكينا التمويل والبنك اشترض علينا أنه التمويل ده بنهاية شهر اتناشر الفين اثنين وعشرين أنه مفترض الحكومة حكومة السودان الممثل في وزارة السدود أنه تكمل المشروع لكن لأنه وزارة السدود ما عنده اهتمام بالعمل فالفترة الممنوحة للتمويل المنحة بنك التنمية جدا انتهت والمشروع ما تم تنفيزه فقام اوفد موثلين الناس بنكتين من يد وقفوا على المشروع وقاموا وقفلوا التمويل طيب وزارة المالية الاتحادية مفترض توفر مليون دولار المليون دولار دي اللي هي قيمة التشبيك اللي هو التشبيك اللي بنقوله الهيدر اللي هو الرابط بين المشروع بين الخط الرئيسي والشبكة الداخلية بتاعت الولاية فهدي محتاجة لمليون دولار مفترض وزارة المالية تدفعها وبعد ذاك الشبكة الداخلية بتاعت قرى وسط وفي بعض احيال القضارف محتاجة لتلاتة مليار وتسعة وتمانين الف جنيه سيداني دي وزارة المالية الاتحادية دفعت منها فقط خمسمائة الف المتبغدة ما يندفع لحد اللحظة دي مفترض وزارة المالية فقم تدفع لها طيب مطلوب برضو من المطلوبات داعت الوفد انه وزارة السدود ترجع المهندسين اللي انسحوا المشروع على المهندسين طبعين وزارة السدود اللي انسحوا من المشروع مفترض اه ترجعهم للمشروع وكذلك مدير المشروع محمد سليم اه وتوفير وانه يوفر له كل المطالبات داعت العمل لانه محمد سليم كثير جدا اللي هو مدير المشروع شكا بانه وزارة السدود حتى الوقود عشان يترحل من الخرطوم للموقع المشروع ما قاعد ما قاعد القول طيب اللي ممكن دي المطالب المشوبيها الوفد وفد تجمع المبادرات والشعبي القضارف وقدموها للبرهان واللي ها وعد بانه اه بعودة جبريل انه يتم معالية المشروع البرهان كلف اه كلف اللواء ابراهيم كلف اللواء على اساس انه هو يقوم بابراهيم جابر اللواء ابراهيم جابر على اساس انه يتابع الملف بتاع ملف الموية في مع وزارة المالية الاتحادية طيب المجتمع في القضارف الان طبعا بالنسبة لي ما الموية مهم والبعود كثرت والفترة طالت يعني مغاربات العشرة سنوات الموية والحالة الجزيرة ما تمت الان القضارف تقلي يعني كلناس القضارف الان اه هما منتظرين النتيجة النهاية بتاعت الوفت على اساس انه اذا في حاجة ايجابية ولحد اللحظة دي ما في اي حاجة ايجابية اه شايف ناس اللي كانت المقاومة وبعض المجموعات اه في القضارف انه دعوا انه يخرج يوم تمنع عشرين اه في مسيرة هادرة جدا اه مطالبين بالقضارف لازم تشرب وانحنا كنا في بيان طلعناه وقلنا انه اذا الحكومة الاتحادية ما وفد بعودة تجاه المشكلة بتاعت الحالة الجزري مشكلة دمياه القضارف انه هيكون في اعتصام لمدة ثلاث يوم وحيكون في اه تكفيل كامل تثريس كامل للشوارع وحيكون في اه تكفيل كامل اسواق المحاصيل اعزاء المستمعين دا كان كلام السيد عادي العركي الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لحل مياه ولاية القضارف حول مشروع مياه القضارف والحل الجزري وإلى ان نلتقيكم في حلقة جديدة قيلوا عافية